دكتور خليل أبو كارش الباحث بالمركز الفلسطيني عفوا للمقاطع كنا نتحدث عن شكل هذا الشلل أو الارتباك الذي يحدثه الهيستيدروت ودخوله على خط الأزمة في الاقتصاد الإسرائيلي نعم بالتأكيد هذا النوع من الإضرابات وهذا النوع من التعبير عن الرأي عبر شكل من أشكال الإضراب وشل الاقتصاد بالتأكيد هو مؤثر خاصة أن هذا الإضراب لا يأتي في سياقات إسرائيلية داخلية إنما يأتي في سياق حرب وهذه السياقات المرتبطة بالحرب لها إنعكاسات وتأثير خاصة أن الضغوط التي تمارس على الحكومة في إسرائيل لم تفلح لغاية الآن أن تغير هذه الحكومة من توجهاتها ورؤيتها لكل هذا المشهد والذهاب نحو صفقة الرئيس الهيستيدروت تحدث اليوم وقال أنه تواصل مع قيادات في المؤسسة العسكري والأمني ويبدو أنهم أخبروه بشكل أو بآخر أن المعيق لهذه الصفقة هو معيق سياسي معنى ذلك أن السيدروت وكل القطاعات في إسرائيل تعتقد أن هناك قرار سياسي إسرائيلي من قبل الحكومة التي يقف على رأسها نيتانياهو بعدم الذهاب نحو صفقة كل هذه الأحداث كل هذا الفعل في الداخل في إسرائيل بالتأكيد وفعل مؤثر وضاغر خاصة إذا ما توسع هذا الإضراب أكثر وأكثر وإذا ما انخلطت فيه قطاعات واسعة وكانت هناك مظاهرات ومسيرات تضم أعداد كبيرة من الجمهور الإسرائيل هذا مؤثر هذا فعل هذا سيكون نقطة تحول مهمة إذا ما ذهبت هذه الأعداد باتجاه مطالب واضحة وهي الصفقة واستعادة الأسرة هذا كله يأتي في سياق محاولة أو عملية التي جرت باستعادة ست تثث إسرائيلي وبالتالي يريد الأسرة الأهالي المختطفين أن يعود أبناؤهم على قيد الحياة ولا يريد أن يعودوا كجثث المقاربة التي تستعملها الحكومة الإسرائيلية وهي مقاربة لا تقود إلى إعادتهم على قيد الحياة بمعنى أنها تستعمل مقاربة مبنية على القوة والضغط العسكري وأنه فقط بهذه الأدوات يمكن أن يعود هؤلاء إلى عائلاتهم مليا هذا غير صحيح وهذا ربما أكبر كذب في التاريخ الحديث أن تستعمل القوة فقط لإعادة المخطوفين السبيل الوحيد لإستعادة هؤلاء هو عملية تفاوض وعملية شفة المؤسسة الإسرائيلية العميقة الدولة العميقة في إسرائيل هي ذاهبة باتجاه صفقة ولكن المعطل الوحيد ليس فقط شخص نيتنياهو وإنما التيار الذي يمثله نيتنياهو المتطرفين الصهيوني الديني أقطاب في الحكومة كل هؤلاء يعتقدوا أنه ليس هناك مكانا للصفقة لاحظ ما كتبه سموتريتش على منصات التواصل هو هاجم الجيش هاجم وزير الجيش قال أن هذه صفقة استسلام بكل معنى الكلمة وأن علينا أن نستمر بقوة أكثر لتحقيق أهداف الحرب أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور خليل أبو كرش الباحث بالمركز الخلسطيني للبحوث والدرسات الاستراتيجية